موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن السيرة بنوعيها ترجمة الحياة والسيرة الذاتية وقلنا أن ترجمة الحياة أن يكتب شخص عن شخص آخر من الناس الذين لهم أهمية في الواقع المعاصر أو الواقع القديم طبعا المعاصر أو قديم مثل الكتاب الأدباء الشعراء السياسيين الأصحاب الاقتصاد كل من له تأثير على المجتمع الذي يعيش فيه والهدف من تلك الترجمة أن يقدم لنا نموذجا يحتذا أو يحذرنا من سلبيات وقعت فيها الشخصية أو يبين لنا مراحل تطور هذه الشخصية حتى وصلت إلى مراتب النجاح وعلاقاتها مع غيرها وغير ذلك وقلنا أن هناك مصادرا ينبغي أن يعتمد عليها المؤلف عندما يكتب الترجمة للغير ما هي المصادر التي يمكن أن يتكئ عليها الكاتب عندما يكتب ترجمة الغير؟ قلنا الكتب التي سبق تأليفها في ذات الميدان عن هذه الشخصية الوثائق الرسمية والشهادات الأماكن التي عاشت فيها الشخصية والوثائق المستندات ذكريات المؤلف نفسه إن كان على علاقة مع تلك الشخصية كذلك مذكرات الشخصية نفسها التي كتبت مثلا لو أردنا أن نكتب عن السلطان عبد الحميد يمكن أن نعتمد على مذكرات عبد الحميد وهكذا زيارة الأماكن وكذلك من هذه الأمور زيارة الأماكن التي عاشت فيها الشخصية وقلنا إن السيرة الداتية هي أن يكتب الإنسان عن نفسه وافترضنا فرضية أن السيرة الداتية تكون أصدق أحيانا من الترجمة لعدة أسباب أن الشخص يعرف مكونات ذاته ويعرف حقائق عنها أكثر من غيره ولكن هذه الفرضية تسقط أمام الواقع النفسي والحياء المعيشة للناس لأن الإنسان إدراكه لنفسه ليس أمر حقيقي وواقعي فكل إنسان له تقدير لذاته بالسلب أو الإيجاب يعني ربما يضخم حقيقة نفسه كالإنسان عندما ينظر إلى المرآة فيرى نفسه أجمل إنسان في الدنيا على سبيل المثال البعض إذا نظر في المرآة يبخص من نفسه كما فعل الشاعر الحطيئة عندما حدق في وجهه وقال أرى لوجها قبح الله شكله وقبح من وجه وقبح حامله هذا الإنسان تقديره لذاته سلبيا كما يقول علماء النفس إذن هذه الحقيقة تسقط كذلك أمام مجموعة من الحقائق الأخرى أن الإنسان قد يتناسى مجموعة من الحقائق التي تمس حياته إما بالسلب أو بالإيجاب مثلا الأشياء المخزية في حياة الإنسان أو المخجل أو تلك التي يظنها تنتقص من ذاته ومن حقيقة شخصيته قد لا تكون مخزية في نظر الناس لكنه يراها كذلك قد يخفيها عن الآخرين علاقاته العاطفية علاقاته السلبية مع الناس يحاول أن يخفيها ويزينها ويجملها أمام الآخرين إذن هذا يقلل من أهمية مصداقية السيرة الذاتية التي يكتبها الإنسان كذلك هناك معلومات قد تضر بالآخرين فتجاهلها أليس كذلك؟ سألنا أيضا سؤالا ما موقف كاتب الترجمة من المعلومات والمصادر التي تكون بين يديه عندما يكتب عن تلك الشخصية أو هذه الشخصية؟ أن يتحرم اصداقيتها ويدقيقها ويحاول فك التناقضات الموجودة فيها إما أن ينفي ويرفض بعض المعلومات الواردة ويشكك فيها أو يعزو التناقض إلى أسباب منها أن تكون الشخصية نفسها متناقضة وقد يكون أحيانا هناك تحريف وتصحيف خصوصا إذا كانت المعلومات المتناقلة قديمة عبر المخطوطات وغير ذلك وضربنا مثالا على شخصية هارون الرشيد أن أبا الفرج الأصفهاني وغيره من المؤلفين الأدبيين أو المؤرخين الأدب حاولوا أن يصوروا هارون الرشيد وكأن مجالسه كلها مجالس قصف ولهو وغناء وغير ذلك من هذه الأمور التي تقلل من شأن هارون الرشيد وإذا رجعنا إلى بعض المؤرخين الذين يحدثوننا عن تاريخ المسلمين في العصور الزاهية من حضارة الإسلام والمسلمين يقولوا أن هارون الرشيد كان عصره وعصر الاختراعات العلمية وعصر الجهاد وعصر الازدهار في الحياة وقالوا أنه يحج عاما ويغزو عاما ولو رجعنا إلى التاريخ سنكتشف أن من أسباب ازدهار الدولة في تلك الفترة كانت شخصية الحاكم أليس كذلك؟ الآن أمامنا نموذج من الترجمة نموذج مبسط كتبه الدكتور كمال غنيم عندما كان طالبا في الماجستير تمهيدا لرسالته عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر فكتب لنا النموذج اخترناه ليكون واضحا أمامنا بشكل ميسر وسلس للتعامل معه سنكتشف الآن ما هي المصادر التي اعتمد عليها وهي موجودة عندكم في الهوامش والحواشي وطريقة التركيب والصياغة ومحاولة نفي بعض الأشياء عن الشاعر وفي الختام نقرأ قصيدة من قصائد أحمد مطر القصيرة وهي ومعظم قصائد أحمد مطر قصيرة باسم لافتات معظمها قصيرة أو تتراوح بين القصر الشديد والقصر النسبي عن نوعا ما تعالوا نقرأ الترجمة ونرى ما فيها من أمور يمكن أن نتعامل معها بوصفها نموذجا لترجمة الحياة عن الآخرين أحمد حسن مطر هو الابن الرابع لأسرة فقيرة بين عشرة من البنين والبنات واعتقد الكثيرون أن نسمى أحمد مطر هو اسم مستعار وراحوا يصنفونه ضمن جنسيات عربية مختلفة وساهم في تكوين هذه الصورة الغامضة عن الشاعر نفيه ومطاردته من العراق أولا ثم من الكويت ثانيا بالإضافة إلى طبيعة انتشار شعره بطرق غير مشروعة إذ إن شعره راح يتسلل إلى بقاع الوطن الكبير مطاردا كصاحبه ويرجع هذا الغموض أيضا إلى طبيعة حياة أحمد مطر الحالية ويرجع هذا الغموض أيضا إلى طبيعة حياة أحمد مطر الحالية التي يختفي فيها عن الأعين التي ترصده حتى في شوارع لندن وقد أكد الشاعر أن اسمه ليس مستعارا في أكثر من مناسبة وبين حقيقة جنسيته وفق بطاقة الهوية والجنسية وأنه ينتمي إلى العراق الذي يمثل جزءا من وطنه الكبير الممتد من المحيط إلى الخليج في هذه الفقرة قبل أن ننتقل إلى الجزئية الأخرى من سيرة الحياة نلاحظ أن الكاتب حاول في هذه الترجمة أن ينفي شيء عن الشاعر أو دعاية كانت مطلوحة ونحن طلاب في الثمانينات عندما كان يذكر اسمه أحمد مطر فورا يتبادر إلى أذهان الطلاب أنه شاعر فلسطيني لأن الاسم موجود في فلسطين موجود في مصر موجود في كثير من البلدان وما دام يذكر هنا في فلسطين يقال أنه شاعر فلسطيني الكاتب حاول أن يتتبع لأنه الآن معني بالتوثيق الحقيقي والصحيح لهذه الشخصية ليكتب عنها وإلا لا نتناقل المعلومات شفاهة من الناس بدون توثيق هو رجع إلى الشاعر نفسه ولاحظوا هنا أثبت هذه الحقيقة وفق البطاقة الهوية وقد أكد الشاعر لاحظوا وقد أكد الشاعر إذن هو مصدر أحد مصادر معلوماته في هذه الترجمة الشاعر نفسه كذلك الوثائق الرسمية لاحظوا الهوية بطاقة الهوية هذه من الوثائق الرسمية لو قلنا إن فلان ولد عام كذا وكذا ما الذي يؤكد وما الذي ينفي إذا كان من المعاصرين اليوم في هناك وثائق ومؤسسات تعتني بشؤون الخدمة المدنية للناس من بطاقات الهوية وشهادة الميلاد نرجع إليها فهو رجع إلى ذلك كذلك حاول أن يقول إن كثيرا من الناس كانوا يروجون شائعة أنه شاعر ليس عراقي مجهول الهوية من هو؟ نحن هنا في فلسطين كنا نقول إنه فلسطيني وربما كان غيرنا يقول إنه كان كذا وكذا والبعض حاول أن يتدخل في معتقدات الرجل طبعا هو أنه لم يذكر هذه الأشياء البعض حاول أن يقول إنه ينتمي إلى الطائفة كذا وهذا إلى الطائفة كذا وهذا يمكن أن يرد عليه من خلال الأشعار التي يكتبها هذا الرجل إذا كانت تميل إلى هذه الطائفة أو تميل إلى هذه الطائفة أو تميل إلى العرب عموما الوطن الكبير لأن أشعاره باتت تنتشر وتتسلل إلى الوطن العرب الكبير واضح؟ إذن المصادر التي اعتمد عليها هنا الشاعر نفسه الوثائق الرسمية وبعض الكتب التي كتبت عنه المقابلات الشخصية التي أجريت مع الكاتب نكمل ولد أحمد مطر عام 1956 في قرية التنومة إحدى نواحي شط العرب في البصرة وهي كما يصورها من الذي يصورها؟ الكاتب إذن الاعتماد الآن على مصادر الكاتب نفسه اللي هو الشاعر أقصد وهي كما يصورها تنضح بساطة ورقة تنضح بساطة ورقة وطيبة وفقرا مطرزة بالأنهار والجداول وبيوت الطين والقصب والبساتين وأشجار النخيل التي لا تكتفي بالإحاطة بالقرية بل تقتحم بيوتها وتدلي سعفها الأخضر واليابس ضلالا ومراوح وقد لاحظوا الآن الإسلوب الأدب الذي صيغت فيه هذه العبارات سواء كانت بتدخل المؤلف كاتب الترجمة نقلا عن الكاتب الشاعر نفسه أو بتزاوج ما بين الإسلوبين ما أخذه من معلومات عن الكاتب وما أراد أن يصوغه ويقدمه لم يقدمه لنا في إطار تاريخي فقط مجرد قلنا أن الترجمة يختلط فيها التاريخ بالفن وإلا إذا غلب عليها الجانب التاريخي تدخل في مسألة تاريخية والقدماء كانوا يميلون إلى في كتب التراجم كانوا يميلون إلى النواحي التاريخية فقط بدون أن يدخلوا الفنيات فيها مطرزة بالأنهار والجداول وبيوت الطين والقصب والبساتين وأشجار النخيل التي لا تكتفي بالإحاطة بالقرية بل تقتحم بيوتها وتدلي سعفها الأخضر واليابس ظلالا ومراوح وقد عاش طفولته بالقرب من مستان صفية وكان ونهر الشعيبي وغابات نخيل كارولان التي تشكل أهم عناصر القرية في وجدانه ثم انتقل في صباه عبر النهر ليقيم في محلة الأصمع النهر هو دجلة وتتميز البصرة بغابات النخيل الواسع الآن بعد أن وصف لنا المكان وما له علاقة بالشخص أو علاقة الشخص بالمكان بدأ يصف لنا البصرة وتتميز البصرة بغابات النخيل الواسع هذا أصبح أسلوب قصصي أصبح أسلوب سردي دخلت عناصر فنية من أجناس أخرى إلى داخل الترجمة ليشد المتلقي بدون أن تكون المعلومات جافة أمام المتلقي وتتميز البصرة بغابات النخيل الواسع التي تقدر بثلاثة وثلاثين مليون نخلة وتحتوي المدينة على مصانع تعليب التمور الصالحة للتصدير يقال إن تمر العراق من أجود أنواع التمور ربنا إن شاء الله يفك معاناتهم معاناتهم وشدتهم وكربهم وقراها ذات مظهر فقير يعتمد سكانها في الغالب على صيد الأسماك وزراعة الرز اللي هو الأرز يعني باللهجة العامية الرز ويعيشون في بيوت من قصب المستنقعات ويربون الجاموس إذن الآن نحن حتى هذه اللحظة ما زلنا مع المترجم ومع المترجم له والشاعر بأسلوب قصصي رائق سلس وبسيط بدون تعقيدات اعتمد فيه على مصدره أيضا من ثم الكاتب ومن الكتب التي ألفت عنه بالتأكيد لاحظوا المراجع الموجودة موثقة المعلومات التي يعزوها يعزوها إلى أصحابها وقد أنضى الشاعر طفولته الآن الشاعر الكاتب هنا يعيش في فلسطين عندما كتب كيف توصل إلى هذه المعلومات من خلال الكتب ومن خلال الشاعر وذكرياته والمقابل الأجر معه مقابل وهو يعيش في لندن ولحظنا من خلال المطلع الأول للترجمة أن الشاعر أحمد مطر كان منفيا من العراق إلى الكويت ثم بعد ذلك نتيجة لمواقف سياسي معين وكان يعمل في صحيفة القبس نفي إلى لندن وما زال يعيش فيها متخفيا عن الآيون وكان صديقا طبعا هو أنا لم يذكر هذا الشيء على ما أعتقد كما سنلاحظ كان صديقا للمرحوم ناجي العالي صاحب الفنان الفلسطيني رسام الكاركاتير المشهور صاحب حنظلة وقد أنضى الشاعر طفولته وصباه في أحضار الفقر المتقع والحرمان والتعثر بالدراسة الآن عندما نقول مثل هذه المعلومة إنسان باتت أشعاره مع اختلاف معه في بعض الفنيات باتت أشعاره الجميلة منتشرة في الوطن العربي ونقول إنه عاش في أحضان الفقر المتقع نريد أن يعني المعلومة أقصد لو هو كتبها لنفسه قد لا يذكرها لأنها فقر متقع قد يعتبرها تقلل من شأنه حتى لو نلمح فيها دفع الإنسان دفع المتلقي إلى أنه لا تيأس لا تيأس إذا كنت فقيرا فلا تيأس فإن النجاح إن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة والفقر ليس عارا والفقر ليس عيبا وليس معرقلا قد يكون الإنسان فقيرا بل يعيش في فقر مدقع ولكنه يحقق نجاحا فيما بعد ويصبح ملء الدنيا في ملء سمع الدنيا وبصرها صحيح أقصد أنه هو فقير يعني أحمد مطر كان في بيئة فقيرة عاش فقيرا ومع ذلك أنا ما أريد أن أصل إليه من أهداف الترجمة مع ذلك أنه الفقير لا يستحي من فقره بل عليه أن يجد ويجتهد من أجل أن يحقق النجاح ليس الأغنياء كلهم مشاهير فيما يرفع الرأس أليس كذلك؟ والشهرة ليست تاجا على رأس الإنسان إلا إذا كانت شهرة فيها منفع للوجود والبشرية هناك مشاهير عندما تذكر أسماؤهم في صفحات الخزي والعار وهناك مشاهير تذكر أسماؤهم وتنقش بحروف من الذهب على صفحات التاريخ أليس كذلك؟ إذن الشهرة في ذاتها ليست دائما شهرة إيجابية قد تضر صاحبها الشهرة إذا لم تكن إيجابية فيها منفع للمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان نسأل الله أن نكون من المشاهير الذين تكتب شهرتهم في ميزان حسناتهم إيجابية نافعة للكون والوجود حتى بعد الممات وضربنا مثال إحنا في المرة الماضية بشهرة أحمد بن حنبل الإيجابية وشهرة أحمد بن أبي دؤاد السلبية وكيف يذكر هذا وكيف يذكر هذا كيف يذكر الصالح إسماعيل في التاريخ المخزي لفترة الأيوبية ليس صالح نجل نور الدين محمود لا صالح آخر في حلب صالح إسماعيل الذي أراد أن يناصر الصليبيين كيف يذكر اسمه الآن في صفحة المخازي وكيف يذكر اسمه صلاح الدين الأيوبي في صفحة الشرف والكرامة والعزة وحطين وغير ذلك منه صح ولا؟ طيب نرجع وقد أمضى الشاعر طفولته وصباه في أحضان الفقر المتقع والحرماني والتعثر بالدراسة فلجأ إلى مطالعة الكتب ليهرب من مطاردة الفاقة والإرهام ويكون من خلالها سلاح الكتابة والإبداع دفاعا عن نفسه وفي سن الرابعة عشر في أوائل السبعينيات بدأ يكتب الشعر لاحظوا أيضا لمح لنا هنا عن الكتابة والقراءة يعني وكانوا يقول لنا اقرأوا تثقفوا لا تحرموا أنفسكم من الكتاب أعز مكان في الدنى سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه الكتاب الورقي له أهمية عظيمة تفوق أضعاف مضاعفة أهمية الكتاب الإلكتروني الذي قد يرهق العينين ويتعب ويضيع الوقت أثناء قراءته على أهميته لا أنكر أهميته وفي سن الرابعة عشر في أوائل السبعينيات بدأ يكتب الشعر ولم تخرج قصائده الأولى عن نطاق الغزل والرومانسية والهيام والدموع والأرق لكنه سرعان ما تكشفت له خفايا الصراع بين السلطة والشعب من خلال عيون الناس وأحاديثهم والصحف والكتب والإذاعة والتلفزيون ومن خلال ما يراه من رقابة المخبرين ورصدهم لكل صغيرة وكبيرة فالمخبر في العالم كله سري إلا في العالم العربي المخبر للأسف الشديد يكون جالسا أمام البيت في الدول العربية والجريدة وقد يسير وراء الإنسان أحيانا في بعض الدول العربية وهو يعرف أنه مخبر للأسف وهذا قمة الاضطهاد والإرهاب الفكري والنفسي الذي يمارس على الإنسان أن يسير وهو يعرف أن أربعة من المخبرين وقد يكونوا أكثر من ذلك بكثير يتبعونه في حله وترحاله ويرصدون عليه أنفاسه والعياذ بالله ومن خلال ما يراه من رقابة المخبرين ورصدهم لكل صغيرة وكبيرة فالمخبر في العالم كله سري إلا في العالم العربي يصفه أحمد مطر في إحدى الأمسيات الشعرية كما كان يراه جالسا في المقهى في حلكة الليل واضعا على عينيه نظارة شمسية سوداء ومظهرا مقبضا مسدسه من فتحة السترة يعني يقول للناس أنا مخبر مشخص عليهم ومغرقا وجهه في الصحيفة متواجدا في كل يوم يتقدم من المواطن واضعا سيجارته بين شفتيه قائلا بكبرياء عندك ولعة باللهجة العامية عندك ولعة وعندما يتنهد المواطن المهموم قائلا عندي لوعة يهب لتأدية واجبه فيقبض عليه بتهمة شتم الحكومة وعندما يسأله المواطن وبأي صفة تقبض علي يبتسم ابتسامة صفراء ويقول أنا شرطي سري لاحظوا أيضا من خلال الترجمة أعطانا بعدا سياسيا ولمحة عن الحياة التي يعيشها في ظل الاضطهاد الإنسان العربي الحياة التي يعيشها الإنسان العربي في ظل الاضطهاد المخبرين القرصنة تزييف الحقائق إذا كان المخبر كتب تقريرا عن شخص من الأشخاص أنه مناهض للنظام دخل ولم يخرج وفي بعض سجون العرب كانت المثل يقول الداخل مفقود والخارج مولود هذا إن خرج كما كان في بعض السجون العربية في بعض البلاد في تدمر وفي ليبيا وفي غير تدمر في سجن تدمر وبعض السجون المعروفة عبر التاريخ بأنها قمع للإنسان ولكرامة الإنسان وقد يكتشفون بعد هذا الربيع كومة من العظام تحكي قصة المأساة التي عاشها الإنسان العربي في سجون الاضطهاد بين الزنازين وقد أذيب شخص لا داعي لذكر المسميات ونحن نسجل وقد أذيب أحد المعتقلين كما كشفت المخابرات الفرنسية حديثا في حمض الكبريتيك المركز فلم يبقى منه أي شيء اعتقل في الستينات وأذيب في حمض الكبريتيك المركز ولذلك ما كان من الشاعر إلا أن ألقى بنفسه في فترة مبكرة من عمره في دائرة النار حيث لم تطاوعه نفسه على الصمت ولا على ارتداء ثياب العرس في المأتم فدخل المعتركة السياسية من خلال مشاركته في الاحتفالات العامة بإلقاء قصائده على المنصة وقد كانت هذه القصائد في بداياتها طويلة تصل إلى أكثر من مئة بيت مشحونة بقوة عالية من التحريض تنتقل من موضوع إلى آخر تتمحور حول موقف المواطن من سلطة لا تتركه ليعيش وقد دفع الشاعر ثمن هذا الموقف من خلال مساءلته والتحقيق معه مما قاده في النهاية إلى الكويت هاربا من مطاردة السلطة وقد لجأ الشاعر إلى الكويت في فترة مبكرة من عمره التنقل التاريخي مع الشخصية من خلال سرد قصصي جميل لا يدخل ما كتب هنا في إطار القصة ولكنه يعطيها بعدا فنيا ويكشف الحقائق المتعلقة بهذه الشخصية كشفا جميلا وقد لجأ الشاعر إلى الكويت في فترة مبكرة من عمره وهناك واجه حياة اللاجئ الذي لا يسهل عليه أن يثبت هويته فقد عاش هناك عدة سنوات لا يستطيع الحصول على رخصة القيادة لأنه يرفض التنازل عن مواقف مبدئية للحصول على حقه الطبيعي في الحصول على أوراق رسمية تثبت هويته وتسهل عليه الحصول على رخصة القيادة ولذلك راح يسير على قدميه في بلد يمكن لأفقر كادح فيه أن يمتلك سيارة وقد عاش في بيت متواضع يكلفه إيجاره نصف مرتبه في بلد القصور والعمارات الفارهة قدم لنا مفارقة من خلال عيشه في فترة الكويت التي عاش فيها وكيف عاش حياة فقر يمشي على رجليه وأصغر إنسان يمكن أن يكون عنده سيارة فارهة ثم راح يعمل في جريدة القبس الكويتية محرنا أدبيا ثقافيا حيث مضى يدون قصائده التي أخذ نفسه بالشدة من أجل أن لا تتعدى موضوعا واحدا وهي اللافتات وإن جاءت القصيدة في بيت واحد وراح يكتنز هذه القصائد وكأنه يدون يومياته في مفكرته الشخصية لكن سرعان ما أخذت قصائده طريقها من المفكرة إلى النشر الصحفي حيث كانت القبس الثغرة التي أخرج الشاعر منها رأسه وباركت انطلاقته الشعرية الانتحارية وسجلت دون خوف لافتاته الشعرية وساهمت في نشرها بين القرار حياة معذبة من خلال العمل في الصحافة أهمية الصحافة في حياة هذا الإنسان كيف أطلت قصائده إلى النور وبدأت تنتقل من إطار الشعر الكلاسيكي القديم إلى إطار اللافتات المعاصرة التي وجدت نفسها تنتشر انتشارا كبيرا لماذا؟ أنا أعزو انتشارها إلى هموم الإنسان العربي الذي يطمح إلى أن يقول غيره ما لا يستطيع أن يقوله هو عندما نقرأ قصائده نقول كأنه يعبر عن ذاتنا نحن في الوطن العربي ونحن لا نستطيع أن نقول عندي لوعة لوعة ليست بالضرورة انتقاد سياسي قد تكون من غياب الأهل والأقارب الآخرين وتتكرر مأساة الشاعر في الكويت فلاشجته الصادقة وكلماته الحد تؤدي به في النتيجة إلى النفي والإبعاد وينتقل الشاعر في مطلع عام 1986 إلى لندن ليعمل هناك في مكاتب القبس الدولي ويسافر منها إلى تونس ويجري اتصالات كثيرة بعدد الكتاب التونسيين لكنه يستقر في لندن ليمضي الأعوام الطويلة بعيدا عن الوطن مسافة أميال وأميال قريبا منه على مرمى حجر ينزف شعرا كلما نبض الوطن العربي ويختلج فؤاده في صراع مع الحنين والمرض مرسخا حروف وصيته في كل لافتة يرفعها مستعدا لكل صنوف الاستشهاد بينما يتابعه محبوه من أرجاء الوطن العربي المتباعدة شرقا وغربا داعين الله أن يحفظه ليمتد عمره وعطاؤه حتى يرى حلمه في الكرامة والحرية يتجسد على أرض الواقع لاحظوا الكلام كثير المصادر تحدثنا عن المصادر الموجودة تحدثنا عن المصادر الموجودة في هذه الترجمة الترجمة سلسة الثور فر من حضيرة البقر الثور فر فثارت العجول في الحضيرة تبكي فرار قائد المسيرة وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر فقائل قال قضاء وقدر وقائل لقد كفر وقائل إلى سقر وبعضهم قال منحوه فرصة أخيرة لعله يعود للحضيرة وفي ختام المؤتمر تقاسموا مربطه وجمدوا شعيره وبعد عام وقعت حادثة مثيرة لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحضيرة وهو انتقاد للحاكم العربي الذي كان ينتقد مبادرة السلام التي قام بها أنور السادات ثم بعد ذلك تبعته أمة العرب كلها وبارك الله فيكنا